خلينا وري حضراتكم جدول انا اخترنا النهاردة بنحنا نوري لحضراتكم جدول من يوم حلوة حضراتكم بتحبوه من يوم 27-11-2020 شمعنا 27-11-27-11 دي كانت القضية ممكن كانت القضية محمد مجدي أفشة وإحرازه لهدف الفوز في نهائي البطولة الإفريقية التسعة وخدنا البطولة طيب من 27-11 لغاية أغسطس ايه اللي حصل؟ لعبنا كاس مصر سيمي فاينل وكسبنا الاتحاد 2-1 في السويس خدوا بالحضراتكم من الكلام والأيام أنا الأيام ده كان يوم 1-12-2020 وخمسة 12 لعبت النهائي واتعدلت مع طلع الجيش في المباراة إيجابياً واحد-واحد وكسبتوا بركلات الجزاء في برج العرب خلاص؟ فأربعة أيامة هو الماتش ده يوم 1-12 مع الاتحاد في السويس فين؟ في السويس طيب يوم 5-12 بتلاعب نهائي كاس مصر مع طلع الجيش في برج العرب اللي بعده بدأنا الدوري الجديد اللي هو الأخراني ده كمل طيب الدوري المصري ممتاز يوم 13-12-2020 بعد 6 أيام من بطولة 27-11 اللي هي التسعة البطولة الأفريقية التسعة للنادي الأهلي لقيمت بعدها ب6 أيام الأهلي بيفوز على المقصة 3-1 يوم 13-12 الماتش ده كان فين بقى؟ في القاهرة بعديها بخمس أيام الدوري المصري الأهلي ومحلة كسبت المحلة 3-0 في القاهرة الأهلي والاتحاد 4-0 في القاهرة 28-12 الأهلي دجلاء في القاهرة سيراميكا في السويس خلي بالك احنا في وسط مطشات الدوري دي الأيام حضرتك مثلا شفت ايه؟ يوم 18 الأهلي بيلعب المحل بعدها الأهلي سافر أفريقيا رح لعب ورجع ما بتريق يعني مش من 18 ل28 انت مريح؟ لا انت بتلعب في أفريقي احنا بس عشان ما نلغبطش حضراتكم فبنقول لكم مطشات الدوري الأول وبعد كده بقى نخش على المطشات الأفريقية وبعد كده بعد أفريقيا تخش على كاس العالم للأندية وتخش على السوبر الأفريقي وتخش على بقية مباريات الدوري وهكذا يعني انت بتلعب 13 و 18 و 28 من 18 ل 28 ده في مباراة أفريقية راح حضرتك سفرت وروحت لعبتها يوم واحد رجعت من السفر الأهلي ودجلة وتعادل ده كان في القاهرة سراميكا والأهلي الأهلي بيفوز بهدفين مقابل لشيء يوم 8 واحد وبقية الجدول أمام حضراتكم هون شوفوا الأيام علشان تعرفوا الضغط الكبير اللي كان موجود فيه هؤلاء اللعابين اللي بعد كده غير سامين بقية المتشاط طلاقع الجيش بتلعبوا في القاهرة اسماعيلي والأهلي في اسكندرية في برج العرب وبعدين ماتش خفيف كده مع النصر في كاس مصر كسبت 2 واحد وبعدها ب4 تيام 18 وبعدها ب3 تيام بتلاعب الزمالك الأول يوم 18 بتلاعب الزمالك وبعدين بتلاعب سموحة وبعدين وهكذا 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 أنا جايب لحضراتكم الجدول دي عشان تصوروها وتعرفوا قد إيه اللعابة دي اكتهدت وقد إيه اللعابة دي بالفعل وصلت لشهر أغسطس وهي منهكة بدنيا الأهلي في إبريل وفي مايو لعب 10 ماتشاط خلال الشهر لعب 10 ماتشاط خلال الشهر 16 أربعة واحد كلها يومين أو 3 يومين أو 3 يومين أو 3 يومين أو 3 والعشر تيام لما يبقى فيه مثلا 18-28 يبقى الأهلي يمسافر في الفترة دي دي ماتشاط الدوري تعال نروح أفريقي وريني أفريقي أفريقي راح لعب النادي الأهلي فين؟ في النيجر فاكرين من 18 لـ 28 أهو يوم 23 النادي الأهلي بيلاعب سوني ديب من النيجر في النيجر وبعدين وبعدين رجع لعب يوم 28 مع فريق في الدوري وبعدين المباراة التانية يوم 5-1 بتاعة سوني ديب وبعدين بقى دوري المجموعات المريخ في القاهرة ثم تانزانيا ثم بيعود للعب في بيتا كلاب هنا ثم يروح الكونغو وبعدين يجي من الكونغو على السودان كمل كمل معي يلا وبعدين الأهلي بيلاعب سنبا هنا وسون داونز هنا في القاهرة وبعدين يروح سون داونز في الدوري أبطال إفريقي وبعدين يرجع يلاعب الترجي في تونس وبعدين يروح يلاعب يجي يلعب هنا مع الترجي مرة أخرى المباراة التانية ثم النهائي في المغرب بقى أنت مسافر النيجر ومسافر المغرب ومسافر تونس ومسافر جنوب أفريقيا دا أثناء إيه بقى؟ أثناء الراحات اللي حضراتكم بتشوفوها وما بين دا خلي بال حضراتكم أنت روح تلعب تكاس العالم كاس العالم في الأندية دا كان بيتلعب في فبراير خلينا نشوف كاس العالم للأندية برضو كاس العالم للأندية الأهلي والدحيل دا كان في قطر طبعا وبايرن ميونيخ والنادي الأهلي وكاس العالم للأندية برضو يوم 11 حضرك بتلعب 4-8-11 وبترجع تلعب ماتشات الدوري عادي خالص ما عندكش مشكلة يعني حضرتك لعبت دوري أبطال إفريقيا أنا بأوري حضراتكم بس كمية الماتشات والبطولات اللي خدها النادي الأهلي في هذه الفترة وفي النص بقى كده حاجة خفيفة خالص كاس السوبر الأفريقي يوم 28-5 مع نهضة بركان حضراتكم شفتوا كمية المباريات اللي لعبها هؤلاء اللاعبين قد إيه؟ حضراتكم شفتوا إن اللاعبة دي تستحق كل التقدير والاحترام وبعد كده إيه اللي حصل 4-8-11 يوم 17 إحنا آخر المباراة مع كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا كان يوم 17 وبعدين اللاعبين في النادي الأهلي الستة أو الأربعة اللي كانوا موجودين سافروا على اليابان لعبوا يوم 21 وبعدين لعبوا ماتشاط المنتخب الأولمبي وحضرتك افتقدتها هنا لعبوا أربع ماتشاط حضرتك افتقدت هؤلاء اللاعبين هنا وبعدين رجعوا كملوا مباريات الدوري تاني والأربع ماتشاط اللي كانوا بيلعبوا المنتخب الأولمبي أسبانيا والأرجنتين واستراليا والبرازيل تكلم زي ما أنت عايز وكلهم كانوا بيلعبوا آدي الفريق اللي يستحق بالفعل التكريم وأنا أرجو وطبعا ده كان واضح في بيان النادي الأهلي أرجو المجلس أو لجنة الكرة أو إدارة الكرة في النادي الأهلي أنها تكرم هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني مهما كانت النتيجة خلال الثلاث مباريات القادمة لأنها وأنا متأكد أن جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي الحقيقي اللي بيقف وراء لعبته سبع شباب اللي أنا شفتهم والله ولا واحد فيهم يا جماعة قال لي لا الناس دي ما تستحقش والله أنا بأقسم بالله